الحسد موجود مذكور في القرآن دائما لما في أي حاجة بنتكلم أقول لك ده الحسد مذكور في القرآن فحبين نعرف الحسد أو هذه الظاهرة من منظور ديني بداية بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وإحنا في صباح يوم الجمعة بنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم فرج الله معنا ما نحن فيه بسر أسراري سيجعل الله بعد عسر يسرى بعد يعني بشكر حضراتكم على هذه المقدمة وهذا الترحاب لما نجي نتكلم عن الحسد الحسد مذكور حتى عند الإغريق ومذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل ومذكور حتى في القرآن يعني لازم أؤمن به لأن احنا مش هنهرب من الحاجة دي لا الحاجة دي موجودة وذكرت في القرآن ربنا يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وعندنا صورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد فإحنا لما نتكلم بنتكلم أن الحاجة دي موجودة عندنا بالفعل طيب يا عم الشيخ هو يعني إيه الحسد لأن بعض الناس زي ما قالت الدكتورة مني من شوية بعض الناس عندهم أقصى اليمين أوي لا هو ما فيش حاجة اسمها حسد وعندي بعض الناس أقصى الشمال أوي ده أنا لو حد قال لي أنت ما شاء الله إيه الجمال ده النهاردة يب حسدني ويعتنا بعدها يب حسدني فأنا عايش طول حياتي أن فلان قال لي صباح الخير وبصلي النهاردة فأنا حصلي حاجة بعدها يب حسدني فصاحب أقصى اليمين ببص الأقصى الشمال إيه الجنون اللي أنتوا عايشين فيه ده لا طب أنا كمسلم عايش في النص في النص بمعنى أن أنا عايش بإرادة ربنا سبحانه وتعالى لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى ذلك حتى ربنا يقول في السحر حتى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يب كل حاجة هتحصل في حياتي بإذن الله وسيدنا النبي علمنا حسن التوكل على الله والاعتصام بالله واللجوء لله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا عبد الله بن عباسك ده هو وعلم أن الأمة مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة لا وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء إن قد كتبه الله عليه طيب يعني أحسد الحسد طاقة سلبي ولكن ضعيفة عاوزين نحط تحت ضعيفة دي ألف خط يعني عم الشيخ ده يعمل ويسوي آسد النبي قال إن العين حق طيب ولكن هي طاقة سلبية ضعيفة طيب هو الإنسان محتاج إيه من لقدامه للأسف الحسد الأئمة يقوله ده مرض من أمراض القلوب ربنا عافي كل مبتلة الحقد والحسد والكبر والعجب دي كلها اسمها أمراض قلوب ربنا عافي كل مبتلة طيب الحسد يقوله هو النظر لما في يد الغير بل تمني زوال نعمة الغير ربنا عافي يعني العملية كبرة شوية إننا نفسي الحاجة اللي عند الدكتور تزول ليه؟ راجع لحاجات تانية راجع لثقافات راجع لأسباب يعني بعض الأئمة كانوا فصلوها كده في كتاب مثلا بريقة محمودية كان يقولوا إن الحسد له ستة أشياء منها الكبر إن أنا مثلا بقعد مع أصدقائي وبقعد أقول لهم ده أنا بعمل وبسوي وطبعا عندنا دلوقتي وسائل التواصل إن أنا ممكن مع كل شوية أنزل صورة أنا بتغدى في المطعم الفلاني عندي ولد عندي بنت كل شوية بتصور معهم بعض الناس بتعمل ده بطريقة غير مقصودة ده هو بعبر عن فرحته إن أنا موجود في الحاجة دي بس ممكن تزيد عند بعض الناس ممكن تفاصيل الحياة بيذكرها قدام الناس وده غلط الصح أنا بعرض نفسي لواحد ممكن يبصلي في حياتي إن طب ما أنا زي زيك إحنا متعلمين سوا ومتربين سوا شكرا للمشاهدة